اشتركوا في القناة 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 ما شاء الله لا قوة الا بالله اشتركوا في القناة بالله من الشيطان اعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان وحين تستعيز من الشيطان وهو خلق الله تستعيز بمن بمن خلقه لا يقوى الشيطان على ان لا تكون له مواجهة الا اذا انفرد بك دون خالقك اما ان تكون في معيات خالقك فلن يدهو الشيطان ان يذهب اليك ابدا ولذلك المائية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله سورة تخلع قدرته على العاجز مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في غار سور في الهجرة ماذا قال له صاحبه ابو بكر ابو بكر يقرر واكعا قال له لو نظر اخدهم تحت قدميه لرآنا فجت الغربين من تحت المواجهة كده مزدودة لكن الفتحة تحت فلو ان واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرآ رسول الله ورآ صاحبه هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش الا بشيء ايماني جديد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله سالسهما اللي تشير اليها الاية لا تحزن ان الله معنا اذا فابو بكر مع رسول الله في معية من الله في معية الله هل في معية الله رد على كالي ابي بكر لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا نعم يعني معنى اطمئن فانه لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا ازاي قال لك لان في معية الله ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الابصار فكيف تدركنا الابصار الله يفتعليك الله يفتعليك شفت المعية كيف خلعت خلعت على المصاحب لها فكذلك اذا استعاذ الانسان بالله من الشيطان كان في معية الله والشيطان لم يدخل في معركة مع الله وانما دخل في معركة مع خلق الله فمن اراد ان يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله ومن اراد ان لا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل لا عليك ويتكلم الله الصفائية تأتي إذن هذا هو معنى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هيأت نفسك للمدخل حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن نعم إيه الأصل كده لأن القرآن بدأ مقروض باسم ربه فكذلك ده مقروض باسم الله المسألة واحدة رسول الله حينما كان في الغار وقال الوح وقال له قرأ اقرأت تطلب أمرك ترجمة نانسي قنقر